يعني خلينا أقول هو الرسالة كان لازم السيد الرئيس يقولها النهاردة باعتبار مصر هي أكبر دولة عربية في الإقليم وحينما تتحدث مصر فلابد أن الأطراف الأخرى يقولوا بس سيد الرئيس سجل الكلمة النهاردة كلمته في بنفس العبارة والمصطلح والمفهوم المباشر في وجود الممثلين الأطراق والإيرانيين ليه؟ لأن الإيرانيين والأطراق جايين بيكلموا النهاردة وكأن العراق يتبعهم بمعنى أنه فيه قوات زي ما تعلم أستاذ يوسف تركيا موجودة في العراق وتدخلات إيرانية حدثوا لا حرك فيها وطبعا النهاردة وزير خارجية الإيراني تحدث عن محاضرة للعالم في موضوع التدخلات الأمريكية واختيال قسم سليماني وموضوعات كتيرة لا علاقة لها بالموضوع المؤتمر لكن الاتنين تحدثوا في هذا أنه موجودين في الخليج وفي العراق فكلا لابد لمصر أن تقول كلمتها وتسجل موقفها ده معنى إيه؟ أولا حضرتك تعلم جيدا أنه حنشارك في بناء الجيش العراقي زي ما حنشارك في بناء الجيش السوري زي ما النهاردة بندعو إلى وحدة السيادة الأراضي الليبية بين ليبيا الشرقية وليبيا الغربية وبنقدم كافة الدعم ده لي لأنه مصر النهاردة بتعيد هيكلة الوضع للدول الرئيسة في الإقليم العراق، سوريا، ليبيا، دول دي وطبعا طبيعة العلاقة مع الجزائر تسمح بهذا وبالتالي أنت النهاردة لا تريد فراغ في الإقليم وبالتالي بتتحرك في هذا الإطار يعني إحنا مش بنقدم دعم فقط في مستوى الخبرات أو القدرات أو الإمكانات لكن بتدي أسماً ما لدينا له القوات المسلحة إحنا بنضرب، بنعلم، بندي فرص، بنعمل ده والعراق دولة مهمة يعني لو أنت حضرتك وقفت قدام محتوى مضمون كلمة الرئيس السيسي النهاردة هتقف قدام كلمات دل الرئيس بيتكلم على أن العراق أمة كبيرة العراق دولة في الإقليم، دولة مهمة، دولة كذا لو هتطلع به حوالي مثلاً 15 على الأقل أو من 15 إلى 17 أنا كنت مرتبهم يعني جزء منه أنه بيقول إن العراق دولة مهمة حضرتك لازم يتم التعامل معها بهذه الصورة الخطوة التالية وأنا دي نقطة مهمة حضرتك أنه بعد هذه الدعوة لابد للأطراف العربية أن تشارك في دعم الحالة العراقية النهاردة البيان الختامي حضرتك كله على العراق البيان الختامي أغلب النقاط تركيز على العراق ليه العراق؟ العراق هيشهد انتخابات في يوم 10 أكتوبر اللي جاي لازم يقول حضرتك أستاذ يوسف كدول عربية دعم للعراق دعم للعراق مش أن أنت تروح ترقب انتخابات أو تعمل كذا الفرنسويين نهاردة رئيس الفرنسي خلي بال حضرتك هو جاي ممثل الاتحاد الأوروبي وكرئيس فرنسا وهو ساعي إلى دور فرنسي في العراق لأن العراق طبعا دولة مهمة في مشروعات في تعاون في استثمارات فبي جاي بيتكلم من هذا المطلق عشان الناس بتسأل اللي جاي بالرئيس الفرنسي لوحده من وسه ده المؤتمر حضره رؤساء وحضره رؤساء وزراء وحضره وزراء فقط ايه التوليفة الغريبة دي؟ جزء من اللي حاصل النهاردة هو أنه كل طرف بيسعى نحو العراق أقرب دولة إلى العراق هي مصر أقرب دولة إلى إحياء دور العراق هو مصر الدول الأخرى دول متسرعة على جزء من كيان الدولة العراقية والعراقيين يدركون هذا يعني النهاردة العراق بيدرك جيدا أنه مصر حينما تتحرك وحينما يشارك السيد الرئيس بنفسه وزور العراق في مدة وجيزة زيارتين متتاليتين إذن الرئيس يقول رسالة للإقليم وخارج الإقليم أن مصر ستقف بجوار العراق وليس مجرد كلام إحنا كان طبعا زي ما كنت حضرك تعرف أنه كان عندها مجلس الوحدة فالنهاردة العراق ما يشتغل مع مصر والأردن ده أمر فبيعي وبالتالي الدولتين الكبيرتين في الإقليم يقدروا يؤدوا ده طبعا استقرار العراق حيرتبط حضرتك مش بدور عربي فقط لكن الأطراف العربية والجمع العربية عليها دور قبل وبعد إجراء الانتخابات العراقية النهاردة الحكومة اللي موجودة في العراق حكومة القازمي حكومة حتستمر شهر شهر ونص ثم تجرى الانتخابات من مصلحتنا النهاردة أن العراق يستقر العراق ليه تجربة في مواجهة الإرهاب تنظيم داعش خرج من العراق 2017 خرج من سوريا 2018 النهاردة الإقليم هو بتشكل لازم حضرتك ندرك أنه اللي حصل في أفغانستان هيبقى ليه مردود في مناطق أخرى من العالم بما فيها الشرق الأوسط بعيد عن عملات التهويل مناطق التماثل استراتيجية كلها وفي عمليات ربما تحدث على طريقة الزئاب المنفردة فبالتالي فيه خطر على وضع العراق وضع سوريا الحدود الأردنية السورية وده اللي يخلي حضرتك أنه فيه رسالة مهمة النهاردة تقالت في المؤتمر مواجهة الإرهاب بصورة شملة مقربة كبيرة وأنا أذكر حضرتك أستاذ الرئيس في قمة الرياض لمواجهة الإرهاب لو حضرتك تذكر حينما قال الرسالة مهمة أن هناك شبكات لرؤوس الأموال وأن هناك تنظيمات وهناك دول في المؤتمر ربما كان يقصد دول معينة لكن كنا نعلم أن هذه الدول هي تركية وإيران والأطراف الأخرى لكن الأساس اليوم أن مصر لا تتكلم بنصف حل وشبه خيار مصر اليوم تتحدث بلغة مباشرة وبالتالي المقاربات المصرية اللي احنا قلناها وللسيدة الرئيس أكد عليها طوال السنوات الماضية بتتحقق النهاردة الرئيس حذر أكثر من مرة في منتديات دولية ومؤتمرات دولية من عودة الإرهاب من عودة ظاهرة المقاتلين الأجانب من تمدد الإرهاب من العراق وسوريا إلى أوروبا من ظاهرة ضبط الحدود النهاردة أنت عند حضرتك تجربة الأوروبين بيدرسوها اللي هي تجربة ضبط الحدود النهاردة نجحت فيه موضوع تأمين حدودك بالكامل ما بقاش فيه حاجة اسمها هجرة الشرعية والهجرة الشرعية والهجرة الغير شرعية النهاردة مفيش لا هجرة الشرعية ولا غير هجرة الشرعية تتكلم دلوقتي على تجربة جيدة في هذا النهاردة لازم العراق يؤمن حضرتك لأنه هناك مخاوف من عناصر داعش خرصان التنظيم بتاع دولة الخلافة داعش القديم خرج وتشرزا فيه مناطق مختلفة من العالم النهاردة أستاذ يوسف الخطورة على العالم من تنظيم داعش خرصان وهذا التنظيم هو اللي كان مرشع في مراحل معينة ليخلف تنظيم داعش البيئة الحاضنة دي لن تكون أفغانستان زي ما حضرتك قاعد بتسمع فيه تحليلات سطحية في هذا حيخرج هذا التنظيم من مناطق رخوة إلى مناطق متعددة في منطقة أسيا حيمس الخطر للعالم وليس لنا تالي كل دا يقتضي النهاردة حضرتك أنك تقف تدعم دولة مهمة في العراق تعيد سوريا مرة أخرى إلى الجامعة العربية تعيد بناء المؤسسات في دولة زي ليبيا تأيد الحركة الليبية وتجرى الانتخابات فبالتالي الحركة المصرية في الإقليم متعددة إدراك مصر الدولة والقيادة السياسية لأهمية ما يجري الان في الإقليم والتعامل معه بيتطلب دا النهاردة مشاركة مصر في العراق أنا طبعا تبعت وسائل الإعلام العراقية في حالة من الحفاوة الكبيرة بسيد الرئيس ووجوده في العراق يعني بننظر إلى الصورة المهمة الرئيس الفرنسي النهاردة وهو بيكلم مع سيد الرئيس وبيقول إحنا عايزين ننمي ونطور العلاقات المصرية في هذا إذا أنت مش بتتكلم مع فرنسا أو سيد يوس بتتكلم مع أوروبا وبالتالي اتحاد الأوروبي بأكمله النهاردة مصر اتحطت على خريطة العالم حققنا إنجازات حقيقية اللي يجب أن نحن نحافظ عليها بنطورها بنقدم للإقليم أسما تجاربنا النهاردة سيد الرئيس بيكلم على العراق أن نحن نقدم لك تجارب الإصلاح الاقتصادي العراقيين طبعا بدأوا الخطة الاقتصادية بتاعتهم خمس سنين ونهاردة فيه تقديرات أن الخمس سنين هيبدأوا يتعافوا من بعض المشكلات النهاردة بتكلمه أنه هو ياخد هذه الخبرة يطورها بتقدم له أسما الملدينة النهاردة بتقوله النهاردة أن أنت تقدر تدرب جيشك النهاردة تقدر تطور وتنمي العلاقات على المستوى السنائي والمتعدد بتقوله حنعمل تطور التحالف التحالف السلاسي ده هيضم دول أخرى بتتكلم في قطعات مختلفة مصر النهاردة بتتحرك في مسارات واتجاهات مختلفة بنشوف نتائج ده على الأرض النهاردة بتشوف مصر في هذه القمة أنا أعتقد ده شيء مبهر لنا جميعا خصوصا أنه الملفات الأخرى حضرتك عينك عليها زي ما قلت وانت بتتكلم في المشري وبتتكلم على العراق عينك على ليبيا عينك على تطورات في الجنوب عينك على تطوير منظومة الأمن والتعاون في الإقليم بأكبر